إذا توسعت الحرب حضرة الوزير هل الجيش اللبناني سيكون مدافعا عن لبنان أو لا مثل ما هلأ الحزب هو اللي وصفته بالمقاوم يقوم بالعمليات إن أي دخول إلى شبر من الأراضي اللبنانية الجيش اللبناني معني بالدفاع في وجه أي عدو أيان هلأ مش معني؟ معني هلأ هلأ كمان معني وقت اللي بيكون في أي اجتياح للبنان أي هجوم على لبنان الجيش اللبناني معني وهلأ معني ولكن معني ضمن دوره وقدراته يلي عم يقدر يقوم فيها يعني في حال توسعت الحرب سواء اجتياح بري أو جوي ما بعرف ولا قدرات الجيش محدودة هون نحن جيش وطني مميز يعني تضحياته عبر تاريخه كله ولا تزال بلا حدود ولكن حكما قدراته العسكرية هي قدرات إلى سأف معين لا تتخطى هذا السأف بعلى مستوى تجهيزه ولكن ضمن هذه القدرات ولا مرة تأخر بأنه يصد أي تحرك من قبل العدو بأي شبر من الأراضي اللبنانية وهي دوره رح يظل ملتزم في الجيش اللبناني جاوبني على هل المؤسسة العسكرية الجيش اللبناني تحديدا بيظل الواقع الصعب اللي عم بتعيشه يعني فيه نخوة عند الجنود والزباط أنه يدافعوا بدي عن جد حقيقة كمان بشكرك على السؤال إرادة العسكريين عندنا لا علاقة لها بمستوى دخل الماتي تربية وعقيدة وقت اللي بيكونوا عمقوا بمهماتهم بينسوا هاي الرواتب وبينسوا الوضع المعيشي وينسوا كل هاي المشاكل العسكري يفصل في ذهنه بين هاتنين وإن كان بتضل عائلته بيظهنه بمعنى أنه كيف يحصلنهم ولكن أداءه بالمهمات أبدا لا يتزعزع ولا يتراجع ولا يمكن أنه ينعكس واقعه المادة على أداءه المهن والميداني أنا هايدي واثق فيها هل إذا طبق الـ 1701 أو ما طرح من موفدين دوليين أنه نشر مزيد من عناصر الجيش اللبناني وربما قوات دولية على الجنوب في أعداد في عديد للجيش اللبناني لكي ينتشر الجيش اللبناني بيقدر يعمل جهوده تحتى يفرز العدد الأكبر من جنوده يكونوا هناك ولكن أكيد بيقدر يروح لمعاملية تطويع للمزيد من الجنود إذا كان في حاجة وإذا كان في حاجة لتجهيزات صح نحن هايدي نعتمد فيها على مساعدة الدول الصديقة بتجهيزاتنا وبتسليحنا الولايات المتحدة ضروري إذكرها أنه هي المصدر الرئيسي لدعم الجيش في تجهيزاته وأسلحته وعتاده وفي دعم مادي لقطاعات كثيرة نحن بحاجة لأله وهذا دايما عم يتوفر على هالمستوى فإذا بدأتصير عملية رفع العديد في الجنوب الجيش بيرفد من عديده الجاهز ومن العديد اللي بيقدر يطوعه حتى يزيد عديده وزيد جهزيته لأنه نحن إيماننا ثابت